مبارات الأهلي نشوف إيه اللي حصل النهاردة يعني قبل ما أتكلم كده على الملخص برضو عايز أقول لكم الأوضاع في النادي الأهلي سخنة مشتعلة مش عارف ليه يعني عايز أقول لكم حاجة أي فريق في العالم أي فريق في العالم بيحصل له دروب نادي الأهلي للفترة الحالية في دروب دروب على مستوى النتائج وعلى مستوى الأداء ولكن خلي بالكم لغاية دلوقت شوف اللي هي صليحنا فيها دي كلها الأهلي مخصرش الأهلي تعادل اه اتعادل مع نادي الشرقية اللي هو صاحب المركز الأخير في الدوري وقبل كده اتعادل مع الانتاج الحربي والأسبوع اللي فات اتعادل مع فريق زناكو بطل أو في بطول الدوري أبطال أفريق ولكن شوفوا احنا عاملين هيصة ومحدش يعني الأهلي مخصرش محدش كسب الأهلي برضو لكن الحالة اللي بيمر بيها النادي الأهلي مش عايز أقول حالة أداء في الملعب بس لا فيه حاجات جوه الفرقة يعني فيه حاجات جوه فيه مشاكل جوه الفرقة وجاية في توقيت وحش بصراحة في نهاية موسم واللي بدأ المشاكل دي أو خلى الناس تركز مع المشاكل دي مش عايز أقول تصرف أو موقف كابتن حسين البدري في مبارات الانتاج الحربي دي يعني جزء من الموضوع لكن فيه مشاكل الناس عامل تقول لك جور نادي الأهلي العلاقة سهيئة ما بين كابتن حسين البدري وكابتن سيد عبد الحفيز ناس تانية تقول لك ده هيحصل تغييرات في الجهاز الفني للنادي الأهلي فيه ناس بتقول كابتن سيد عبد الحفيز يعني فيه إدارة النادي الأهلي بتفاوض مديرين كورة آخرين في الفترة القادمة فيه ناس بتقول علاقة فاترة ما بين كابتن حسين البدري وكابتن سيد عبد الحفيز على أساس أن يعني الفترة اللي فاتت كابتن حسام البدري حاسس ان كابتن سيد عبدالحافيز ماوقفش في ظهره في الانتقادات اللي طالت الكابتن حسام البدري وطالت اداء النادي الاهلي دايما مدير الكورة بيبقى دايما هو حقق الصد في الاعلام ففيه كلام كتير داخل فريق كورة القدم فيه ناس بتقولك فيه لعيبة متضايقة من الجهاز الفني شوفوا كل الكلام اللي احنا بنقوله ده او اللي بتقال داخل النادي الاهلي على المستوى الجماهيري ومستوى النادي كل ده عشان اهلي تعادل مطشين والاهلي الغالي دلوقتي ايه هو الاقرب لبطولة الدوري فارق اه 12 نقطة عن فريق مصر المقصة المقصة هيلعب بعد بكرة ان شاء الله او هيلعب يوم السبت مع الاتحاد لو المقصة كسب الاتحاد السكندري هيبقى الفارق بينه بين النادي الاهلي 9 ونقص 5 مطشط في بطولة الدوري متبقين فانا شايف ان فيه هوجة كبيرة قوي في النادي الاهلي ملهاش لازمة وده يمكن ما اثر شوية على شكل الفرقة او ده الفرقة خلي بالكو احنا في نهاية موسم برضو تصريح كابتن حسان البدري من 3 اربعة ايام انه هو عنده عروض في الخليج وفي شمال افريقيا يعني من دول شمال افريقيا عمل بلبلة وخلى فيه حالة رغم ان الاستاذ محمود طاهر مهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي طلع وقالك احنا متمسكين بكابتن حسان البدري وكابتن حسان البدري مكمل للمسم القادم واي مدرب بيمسك النادي الاهلي بيجي له عروض والكلام ده وكابتن حسان البدري رد قالك انا قاعد في النادي الاهلي وعايز احقق طموحات جماهير النادي الاهلي بس في حاجة كده مش مظبوطة داخل النادي الاهلي هل الحاجة اللي مش مظبوطة دي ما اصارة بشكل ده على اداء الفرق او على شكل الفرق او على النتائج يعني طبعا خصوصا كمان النادي الاهلي بتعادل مع فرق من الفرق اللي هي تحت في مؤخرة الجدول النهاردة مع الشرقية قبل كده مع الانتاج الحاربي صاحب المركز اللي 14 ماتش زناكو كمان بداية وحشة في دوري ابطال افريقيا رغم النادي الاهلي عنده خبرات وعنده تاريخ وعنده جهاز فني ولعبين يقدروا يتخطوا الموقف ده والاهلي مسافر كمان يومين الى الكاميرون عشان مباراة القدم فانا شايف ان فيه وجع قلب في النادي الاهلي او فيه راغي كتير او فيه هوجة كده ملهاش لازم اه فرقة عادلة ماتشين تلاتة طبعا الاهلي اللي غادة دلقتي مخسرش فاتمنى من ابناء النادي الاهلي ان هم يركزوا في الفترة اللي جاية الفترة اللي جاية صعبة خصوصا خصوصا ان الفترة اللي جاية هيشهد صراع انتخابي كبير ده خلنادي الاهلي واعتقد هو ده اللي مأثر على الفرقة اكتر من الكلام اللي احنا قلناه على كابتال حسين البادري ومش عارف ايه والكلام ده فيه مشهد انتخابي هيطول كل اندية مصر هيأثر فعايز ابناء النادي الاهلي يركزوا وما حصلش حاجة يا جماعة هوجة كبيرة على الفاضي فرقة عادلة ماتشين تلاتة ولكن النادي الاهلي لسه في المقدمة شايف ان الموضوع كبر زيادة عن لزوم